صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل نخش على الطاقة العامة على طول انت اتغيرت. مش اتغيرتي للاسوأ. انت اتغيرتي للاحسن. فجأة بدون اي مقدمات من واحدة بتزن لوحدة هادية. طبعا ما بعيبش على الزنانين خالص اوكي? عشان بس حتيجي يقول لي يعني بتزن. من واحدة بتطلب طلبات كتير جدا لخلق اي حاجة بترضى بيها. نبدي مثال تاني. ما كنتيش محجبة اتحجبتي. تغيير عموما يعني. او كنت محجبة قلعت الحجاب. بدأت تهتم بنفسك او بدأت انت كمان تهتم بنفسك. بقيت تهتم بحالك. فهو استغرب ايه ده? ايه التغيير المفاجئ ده? وانا جاي يمشي. تقومي متغيرة? بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مسيطر على حياتك. وان انت مبسوط جدا. مفيش حاجة. هتمشي? همشي. هتبعد? هبعد. هتروح لطرف ثالث? هروح لطرف ثالث. مش لازم الطرف الثالث يا جماعة يكون خيانة. ممكن يكون عرض اخر متقدم لي وانا مرتبطة. ولكن هذا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخص مش كف. مش كويس. فانا عايزة سيبه. عشان العلاقة كانت ببايزة. فانت اتغيرت يا برج الحمل. اتغيرت. وما بقيتش بتاع زمان. ما بقيتش الشخص اللي ممكن يكون ممكن تكون مثلا كل ماهيجي يمشي تمسك فيه. مثلا. ما بقيتش كده. بقيت تهتم بنفسك. وتسيب كل حاجة بقى ورا دهرك حرفيا وانك عايز تبتدي بداية جديدة وباصص لقدام مش لورا عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط وانا هفضل كده لا طب خلي بالك بقى انا عندي طرف تاني يالله يا عمص مفاجأة مش كده مفاجأة طب هو شايفك كده انت شايفه ازاي بقى بص بقى فيه اختلافات مبينكو على فكرة فيه اختلافات قوية كمان ممكن تكون في التفكير انت شايفه ان هو شخص مش عايز اقول خدعك ولكن هذا الشخص رحل مرة وحدة بدون ادنى مقدمات فجأة 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 رحل من هذه العلاقة شوف الجمال شوف العلاقة اربع وصيان ورد ومسكين ورود وبنحب بعض قلبت قلب سوري قلب الصبحة في ثانية في ثانية قلب عليك انت شايفه شخص ايه ده ايه اللي ايه اللي خلاك تعمل ده كله ما انتش فاهم عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق انت مش مصدق اللي بيحصل ده حقيقه ده حقيقه انت مشيت من العلاقة فعلا ده حقيقه انت فعلا نهيت مرة واحدة الشخص ده قفل عليك ما نور لو هو قفل عليك كل حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت فيه حد مقدم لك عرض وممكن تكون مثلا قلتله بالليل انا متقدم لي واحد ام اعملك بلوك من غير ما يسمع من غير ما يعرف التبرير مشي انه شخص عميد وما بيقبلش حد يهزمه اصلا اصلا ميقبلش حد يهزمه وما بيقبلش حد يقوله انا ماشي هو اللي يمشي بس هو عنده شخص تاني عنده شخص تاني على فكرة فانت شايف انه هو اختفى مرة واحدة وهد المعبد علي فيه موت المشاعر الحلوة موت الاستكرار كل حاجة وقع كل حاجة وقع الروسيان دي خليها رملة لا ومع ذلك هو ما شايف كان انت شخص اتغيرت بس هو اعتقد يا برج الحمل لو فيه طرف ثالث بقى سيناريو ده لو هينطبق عليكم هو شعر ان انت اتغيرت للطرف الثالث ده مش ليه هو خالص مش ليه هو خالص طيب فيه اختلفات ما بينكم مش عارف عني اختلفات دينية ممكن ممكن تبقى اختلفات دينية ولكن ممكن تبقى اختلفات عادي فكرية ممكن تبقى اتنين شبه بعض ولكن اختلفات فكرية طيب ايه الشيء اللي هو عايز يعملوه؟ بص بقى بص بقى وركز معي الشخص ده عايز يشتغل على علاقة علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرفش حتى الان بس هو عايز يشتغل على علاقة وعايز يبتدي علاقة اصلا وعايز ينهي الصراع ده بقى كفاية بقى كفاية ما بينكم فاقريبا كل ما تيجي تتكلموا مع بعض تتخنقوا حاجة زي كده يعني يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي فاهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة سواء معك بقى او مع حد اخر ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة حتى الان ولم ياخد ذلك القرار بس بكل بساطة لكن هو كل منيته ان ينهيز الصراع سواء كان ببداية معك او بداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع خدعك مشي من العلاقة مرة واحدة وانت انت بداية عايز تتغير على فكرة برج الحمل المشيزار وان كنت ما تغيرتش ابدأ انت شخص جميل قوي على فكرة وعندك عندك مشاعر تغيير عايز تتغير حياتك انت شاعر ان العلاقة دي ايو ايو انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة او مش مملة مش مملة بالمعنى الحرفي ولكن كان بينقصها شيء ايه هو بقى مش عارف تحط ايدك عليه يعني هي فيها استكرار فيه اتنين هم وقفين هم مبسوطين بس فيه حاجة جوه العلاقة ديك هتنقص ممكن تكون انت كنت مش فاهمها او انت مش فاهمها حاجة زي كده ولكن انت الان فيه توبة الجديد عايز تتغير وده في العلاق بص تبتمرس مع المشن ده الساحر يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي يشوفك يقولك انت تغيرت انت عايز تستقر يا برج الحمل عايز تستقر عايز تتجاوز وتبتني بدايك دي ده بقى كفاية بقى فيه ازمة فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وتفتاح بقى تفتاح وتقعد مالك كده زمانك تخلص من الخناءة الفاضية دي تشعر ان هو كل ما تروح تكلمه يروح داحك كده ومش راضد عليك طب ليه عام التاني معي كده او انا اش طائق مش عايز اشوفك تاني مثلا وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية هو عنده طرف لكن انت مش عارفة عندك طرف ولا هنشوف النصيحة في الاخرى هنشوف الكلام ده لكن انت عايز تغير حياتك عايز تستقر عايزة تبقي ام عايزة تتجاوزي بالزبط انت عايزة تتجاوزي انا مش بغذر والشخص ده ممكن يكون كل ما الشخص ده مكنش واضح بالزبط الشخص ده مكنش واضح معك كان فيه غموض من ناحية مشاعره ما كنتش فاهمه هو عايز جواز ولا عايز لعب عياله ولا انت عايز ايه بالزبط مش راضي يوضح لانه فيه طرف تاني في العادية الالهقة فيه طرف السوري الثالث عشان كده مكنش واضح وانت مش فاهم هو بيعمل كده ليه وعادين من كل شوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم فيه ايه ايه يا عم اعمل تخرج وتيجي تخرج وتيجي انت انا تويت عشان كده وحاس ان انت اتغيرت اتغيرت ومستعد انك تبني حياتك من غيره خالص انت ممكن تلغي تمسحه باستيكة انت جايلك عرض على فكرة صح كده انت جايلك عرض خطوبة ده اللي هنشوفه تاني انت جايلك عرض خطوبة عرض زواج صريح فيه شخص جاياي بالتعلي rally انا متقدم لك وشخص شخص حلو قوي انت عايز تستقر عايز تستقر وتتقدم الامام وتترك تلك العلاقة تترك تلك العلاقة ف ف ف لكن هو هو عايز عادي ا glucose شخص ده متردد Eagles وعمل بيرساش علي ب Aristotle ويتعب هو تخصص تكبير ذا بيتعب ايه خطوب اللي حواليه ثم يديك شرط مشاعر يحسسك بان انت ملكة الكون في ايدك وبعد كده يجري. يا عم عايز ايه انا معرفش انا عايز ايه. انا معرفش انا عايز ايه. انت ممكن تكون بتتعامل مع برج ايه يا ربي برج الحوت الكوس برضو. انت اوكي وبرج هوائي وبرج مائي وبرج الدلو وبرج اه برضو ايه. هنشوف تاني. وسرطان. السرطان والطور. سرطان والطور. طيب. هذا الشخص بقى وده الغريب بقى. ده الغريب اللي انا عارف ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتصدق. الشخص ده ممكن يكون بيين لك. بيين لك انه هو مهمل وانه مش بتاع جواز مثلا. وانه شخص متردد وكان فيه طرف ثالث وكلام ده. ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله علاقة زا ستار. وعلاقة جميلة جدا. وتحقيق امنية. هي كانت امنية. امنية في ايه بقى؟ هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة. والله مش هزاري يعني. انت ممكن تكون مش شايف ده. وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحم. عشان كده مش راضي يرسيك على بر. انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع. فعم مش عارف محتار. لان هو شايفك الاس اوف كابس والاس الفانتكالس. انت حقيقة في حياته. انت حب. وشايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حكرة حلوة هتبقى علاقة مصمرة. شايف كده. هي كانت امنية بالنسبة له هذه العلاقة. هو شايف كده دي وجهة نظره. انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات. بالضبط زي ما قلتلك. في حاجات فيها ندم. فيها ندم. في شخص بيدي ويجري. شخص بيندم اللي معاه على انه دخل معه علاقة اصلا. هو ده المعنى الدقيق يعني. وشايف ايه كمان. بالضبط انت شايف ان هو كان معلقك. وكان ما كنتش فهمه. ايوه هو شخص مش مفهوم غامض. شخص غامض. شخص غامض مش مفهوم. شخص متحكم قوي مسيطر. ويحب يسيطر على اللي معاه قوي. ويمشي على كيفه. وانا غامض وهفضل غامض. انت متحكمش فيه. لو راجل انت متحكمش فيه. ولو بسيت. ملكش دعوة بي. انا اقرر وقت ما قرر. وكان معلقك معاه. وهو ما بارد. شخص بارد. ما بيحسش. اوكي. انت عايز تمشي بقى. عايز تبص الحاجة تانية. انت بصص الحاجة تانية. مش بقولك انت في حد ما قدمك عرض. انت بصص لشيء تاخلي. عايز تمشي وترحل من هذه العلاقة. ممكن يكون. لان هو شايفها كده. فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معك. بعد كل اللي ده دي كلها كده. عايز بداية جديدة. ولكن لم يقرر بعد. ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص. طيب النصيحة ايه بقى? طيب. بص يا برج الحمل. والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به. العلاقة دي علاقة ثلاثية. اوكي. اه طرف ده عنده طرف تاني. ماشي? اآآآآآآآآآآآآآآآآآه خد مقدم لك عرض. اوكي. الـ الناصاحة بتقولك. امشي بقى من وجه القلب ده انت موجوع على فكرة موجوع مش ظهر فامشي بقى من وجه القلب ده وخد قرار حازم بالرحيل خد قرار حازم انت مش عارف انت كمان محتور خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى بالزبط لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل روح له لان ده العرض الصح ده قدرك ربنا بعيت لك عرض لطيف لو متقدم لك شخص تاني خطوبة علاقة تانية علاقة جدة علاقة جدة مش ظهر على فكرة دي لو شخص متقدم لك فدكرتك اصلا دكرتك ارجع بقى لاصلك والذاتك وقفل على الموضوع ده تماما خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده ده وجع قلب الشخص ده هيفضل يروح ويجي يروح ويجي ومش هيستقر لانه شخص متردد وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه فانت تقول له بص انا هريحك انا ماشي اعمل تعمله بقى انا رايح لعرض تاني انا رايح لحد تاني في حد تاني احسن في حد تاني احسن لاكتر ولاقل الموضوع صعب الموضوع صعب طبعا الموضوع صعب طبعا الموضوع صعب طب نشوف لك كده لو في عرض تاني العرض ده ايه عشان برضو نبقى متأكدين هلا هناك عرض اخر هنت عايز تنزلي اه 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 اتفضل يا سيدي اتفضل يا سيدي عالاستقرار التوقم الروح يا سيدي يا سيدي يا سيدي يلا يا عم بست خطوبة انت عايز تتجاوز مش بقول لك انت عايز تتجاوز او انت عايز تتجاوز اي اصلا مش لازم تكون دي سيدي يعني لو راجل بيتفرد انت عايز تستقر لان هنا برضو عندي الراجل اهو بص ده جزدي ده جزدي اصلا فلو انت راجل يلا يا عم خش على دي على طول خش عليها وقلها مساء الخير مساء الخير فضلك كوباية يلا انطلق يا برب الحمل انطلق هذه العلاقة فيها وجع قلب شخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجاته كانت نجمة وهو وهو ولكن هو مش هيتغير هيفضل الشخص الحيران هيروح ويجي يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر طب وعلى ايه انا ماشي انا ماشي همشي لعلاقة تانية انا عايز استقر عايز اتجاوز عايز اراحة مش عايز اواجع قلب عايزين الكرت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل مش عايزين ده ده وجع قلب ارحل من وجع القلب انا هعتبر الكرت ده مقلوب يا برج الحمل هعتبره مقلوب هعتبرك هدت وعد عليك بعض الفيديو ده انك تقلب الكرت ده وطرحل من هذا الشخص طرحل منه تماما اوكي خلينا متفقين على كده خلينا متفقين على انك اراحل من هذا الشخص فيه تو امروح جاي لك فيه تو امروح جاي لك فيه شخص تاني هيجي لك لكن هذه العلاقة علاقة سلاسية وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطب او دخل في علاقة تانية احتمال وارد احتمال وارد يعني مسيك جدا يا برج الحمل اتمنى ما تكونش ازعجتكم واتمنى ما يكونش يعني انا عايزاكو يبقى مشاعركو يعني ده كرتك راح فين كرتك انا عايزاك تبقى شبه الراجل ده ده كرتك اصلا انت لو جالك حد من برج الحمل شبهك خدوا عشان ده تو امروحك خد الكرار بقى او رحل من هذه العلاقة يا رب تكون القراءة عجبتكم والقراءة للمرة اسود ومئة ممكن تكون عكسية وشكرا لكم يا رب ومسيديكم اشتركوا في القناة